المجلة الفرنسية صحفيا مع عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي الاتعايش السلمي الأسقف كاميلو بالين الأسقف المسؤول عن كاثوليك منطقة شمال شبه الجزيرة العربية البحرين قطر الكويت والسعودية حيث تحدث عن مدى انفتاح مملكة البحرين المثالي الذي يختلف عن بقية دول المنطقة كما نقلت المجلة عددا من الشهادات الحية لمقيمين مسيحيين من سريلانكا والهند والفلبين وبريطانيا والعراق حيث أشادوا جميعهم بمدى حرية ممارسة الشعائر الدينية والتسامح والتعايش في المملكة وقال الأسقف كاميلو بالين إن البحرين هي بلد نموذجي حيث أن حرية العبادة مطلقة وما يميز البحرين عن بقية الدول هو أن لديها تفسيرا أكثر فتاحا للشريعة الإسلامية وأفاد بأن في البحرين كنيسة كبيرة وهي القلب المقدس التي تقع في العاصمة المنامة تستوعب ألف شخص مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك مملكة البحرين وهب المسيحيين قطعة أرض تبلغ مساحتها ثمانية آلاث وسبعمائة وثمانية وثمانين مترا مربعا لتشييد أكبر كاتدرائية وهي كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية وأكد في حواره بأنه في قلب شبه الجزيرة العربية حيث عدد الكنائس محدود سيكون بناء هذا الصرح رمزا وخطوة كبيرة إلى الأمام وسوف يتسع إلى ألفين وثلاثمائة شخص إلى جانب مكاتب ومسكن للأسقف وساحة تكفي لستة آلاف شخص من الزوار والمصلين وأثنى عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالدورة الذي لعبه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك مملكة البحرين في تسهيل مهمته والقيام بأعماله الأسقفية وتمكينه من التنقل داخل منطقة الخليج بكل حرية ودون قيود موضحا بأن عدد الوافدين المقيمين في دول الخليج ومعظمهم من المسيحيين في تزايد وأضاف في حواره بأن المسيحيين في البحرين يتمتعون بوضعية متميزة مقارنة بالدول المسلمة الأخرى مشيدا بمدى الانفتاح الذي تتميز به البحرين حيث يتم معاملة الكاثوليك بطريقة مختلفة جدا عما هو الحال في سائر دول الخليج مبينا بأن الكاثوليكيين في البحرين لا يتدخلون في السياسة وبعضهم يعملون في القطاع الحكومي وتتم معاملتهم باحترام وعدد كبير من الكاثوليكيين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما آثاروا البقاء وحافظوا على أشغالهم ولا يمكن أن نتخيل هذا أن يحصل في فرنسا